اشتركوا في القناة المشاركين في هذا انطلاق الجميل هذا انطلاق المميز انطلاقنا المميز ما شاء الله تبارك الرحمن مع انطلاق شوطنا السابع والشوط السابع هو الشوط الاول الرئيسي حول ابناء القبائل ما شاء الله ما شاء الله يمثل شعاره يمثل عزبته الخاصة مع هذه الاسامي الجميلة والمميزة اللي في المركز الاول الضبي الضبي شعار ابنواس عبدالله بن علي ابنواس مسلطان ايضا دافع ما شاء الله بالضبي بينما اللي في المركز الثاني المركز الثاني راشد بن حارب راشد بن حارب بن حارب بن حميد المهيري اللي هي تقطية وفي المركز الثالث المركز الثالث هناك من الجانب الثاني مياسة مياسة محمد بن مهير بن سيف بن نايع ابنواس رابع المراكز ما شاء الله المدلل اه مع المايدية للاحمد بن اهلال بن احمد ابو ابراهيم والمركز الخامس المركز الخامس ارابع محمد بن فارس بن علي بن خلفان هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا الخمسة المراكز اللي اللي ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاة والتمام بالوفاة والتمام والشعرات يعني تتواجد في هذا الشهوط تتواجد في 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 هذا الشهوط يعني كثيرا وهدوء حتى هذه اللحظة هدوء بن سمير الاكسي مايس ماشي اي اوامر ماشي اي طالي الا السماعش وي تذكير بس للحول تذكير للحول الضبي ما شاء الله عبدالله بن بنواس من يأتي بالمركز اللون المركز الثاني مياس محمد بن مهير بس ايف ابو بنواس وهناك المايدية لأحمد بن هلال بن احمد ابو ابراهيم المركز الرابع تطي لراشد بن احمد بن حارب بن احمد المهيري وفي المركز الخامس هناك طلائب سعيد بن محمد بالهلي الهاجري هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوة للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوهود تمام واضبي ما زالت يعني مسيطرة على المركز الاول ومياسة تبغي توعيد ماضيها في العام الماضي ما شاء الله تبغي توعيد على ارضية هذا الميدان لمحمد بن هير بن سيف بنواس ولكن هناك المايدية 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 المسيطرة على المركز الاول اللي صامد على مقدمة الشهود احمد بن حلال بن احمد ابو ابراهيم من يدفع بالمايدية مايدية ما شاء الله على المركز الاول او ثالث المراكز عفوا بينما تقطي هناك لراشد بن حميد بن حار بن مهيري ايضا تأتي برابع المراكز وفي المركز الخامس من اللي هي طلايب السيد سعيد بن محمد بن هلي الهاجري هكذا ايوها الاخوة كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها عليكم بالوف والتمام مثل اربع ما شاء الله اربع اربع شعارات اتنافسا على المركز الاول والالف واربعمية متر هناك بعد الالف واربعمية سوف تشهد هذه الانطلاقات هذه الاسامة الجميلة اللي يعني للكل والله اتها للمشاركة للمتابعة الفكر الناموس كل يعشق الناموس نذيذ طعم الناموس جدي طعم الناموس هناك اللي غيرت المايدية احمد بن اهلال بن احمد رحيب المدلل المدلل مع المايدية بينما اللي فيما الثاني الضبي عبدالله بن عبد بن واس ايضا يأتي بثاني مراكز شعارة ثالثا هناك تقطيع راشد بن حميد بن حار بن مهيري وفي المركز الرابع مياسة مياسة المحمد المحمد بن فارس عفوا مياسة عفوا المحمد بن محير محمد بن محير ابو نواس وفي المركز الخامس طلايب طلايب مع بالهلي 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 ما شاء الله من يقدم طلايب سعيد محمد بالهلي الهاجري هكذا كانت النتيجة الشوطنا الاول الشوط الاول الشوط الاول دائم اقول يا عرب غير دائم اقول الشوط الاول غير والله غير طعمه غير ناموسه غير يوم يقول لك سابق قال سابق الشوط الاول الله 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 يا الضبي اللي مسيطرة المايدية والضبي المايدية والضبي الثنتين كلها في موقع واحد ما بقى شي اربعمية متر من عمر هذا الشوط ما اربعمية متر هل سوف تبقى الضبي هل سوف تبقى الضبي ولا المايدية هناك ايضا هراي اخر الله 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 المدلل 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 ما شاء الله من الجانب الثاني مع المايدية احمد بن احمد ابراهيم والضبي تحاول تعود الى مركزها ولكن المايدية مع المدلل التهانينة والناموس لأحمد بن احمد ابراهيم باول المراكز في شوطن الاول لثن الحول لابناء القبائل هاي الى على صرحة انهاء المركز الثاني ضربين علي بن واس المركز الثالث ايوا الاخوة المركز الثالث السيد راشد بن احمد بن حارب بن امهيري المركز الرابع محمد الثارس الكتبي وخامس المراكز لسعيد محمد بن احمد صدقائك ثلاث وثلاثين ثانية تحانينا والناموس موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة